عشرة أيام فقط تفصل ما بين الذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات ثورة تشرين في محافظة وسط وجنوب العراق وموعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول متظاهر ثورة تشرين خرجوا قبل عامين إلى الشوارع مطالبين بإسقاط نظام المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وإبعادهم عن مقاعد السلطة وفي سبيل تلك المطالب العادلة دفعوا ثمنا باهضا إذ قتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران أكثر من ألف متظاهر سلمي وناشط سياسي ناهيك عن نحو ثلاثين ألف جريح آخرين فهل تحقق شيء من أهداف ثورة تشرين؟ واقع الانتخابات التي تجري في العراق بعد أيام قليلة يؤكد في رأي محللين أن الحد الأدنى من مطالب العراقيين لم يتحقق فالمحاصصة لا تزال تتحكم بقوة في المشهد السياسي والفاسدون الذين طولب بمحاسبتهم بل والميليشيويون الملوثة أيديهم بدماء المتظاهرين السلميين يتأهبون حاليا ليحصدوا مقاعد الحكومة والبرلمان لتتكرر في العراق دورة الفساد والإفساد المتواصلة منذ الغزو الأمريكي بشقيها السياسي والاقتصادي وبحسب المحللين فإن غياب بديل سياسي ثوري يمكنه منافسة الأحزاب والكتل الحاكمة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها الملاحقات وعمليات الاغتيال الواسعة التي طالت ناشطين بارزين فضلا عن سيطرة سلاح الميليشيات على المشهد الأمني والسياسي في البلاد الأمر الذي يرجح معه توسع قاعدة المقاطعة الشعبية للانتخابات التي يراها كثير من العراقيين نسخة مكررة عن الانتخابات السابقة التي شهدت تزويرا واسعا وسيطرة كبيرة للميليشيات وسلاحها وبالنظر إلى تفاصيل المشهد العراقي انتخابيا وشعبيا في ظل استمرار ترد الخدمات وتفاقم الأزمات فإن العراق في رأي ناشطين ربما يكون على موعد مع انتفاضة شعبية جديدة ربما ستستكمل ما بدأته سابقاتها وتعيد رسم الخارطة السياسية على أساس العدالة والحرية واستقلال القرار العراقي